انا فخورة بيك اللي انت محتم بمراتك ومخلي بالك منها ام مكة وياراتنا عيالنا كلها دي بقى زيك وحنا بشكروه في كل وقت وكل ماتش بيسمعون في المنتخب بنحبوا نسمعون والله شفت الست الجميلة اللي بتقولك انا بحبك قوي عشان بتاخد بالك من ام مكة طب دلوقتي انا بيبقى انك عملت 17 مليون انترفيو مع رجالة غالبا يعني الستات بقى اللي في مصر بعتيني اسألك بتاخد فعلا بالك من ام مكة طبعا لان ام مكة بالنسبة لهم يعني بقت دلوقتي برضو ايقونة رهيبة جدا وست قضوة جدا وبعدين بيحبوها وطبعا بيحبوا مكة عشق رهيب يعني هي مجي عشان هي على طبعاتها شوية يعني الست مصرية على طبعاتها بتظهرش كتير اصلا معايا بس ماخران بدأت تظهر بشكل اكبر اه فمهما اقول مش اقدر اديها حقها عشان هي اكتر واحدة بتعاني في الظل الاحداث اللي انا بمر بيها وان انا اصلا ببقى معظم الوقت شوية في النادي فهي واخد بالها من الاطفال اه اه ودايما بتحاول تبقى يعني ست بيت بقى لبيت كله ساعة بقى انا عندي ضغط اه مودي مش حل اه لازم هي تبقى مع الاطفال معظم الوقت انا بابقى مبرة معظم الوقت فهي عليها ضغط برضه بشكل مختلف لكن مهما اقول مش اقدر ضح احنا مع بعض يعني خلاص اعواض من سنين انتو حبيتوا بعد ازاي اساسا في الجرين؟ احنا من بلد واحدة احنا كنا مع بعض في المدرسة كنا بنلعب دايما زي اسئلة والبنات اللي احدهم والولاد اللي احدهم علاقتنا مع بعض بدأت كده ان احنا دايما طول الوقت في خناعات لكن تعرفت عليها واتكلمنا اكتر وياه في الجامعة وبعدين اتكلمنا السنتين وبعدين ارتبطنا رسمي وبعدين انت حسيت ان انت كان لازم ترتبط بقى لان انت وصلت لمرحلة لازم تكون فيها مستقر وبعدين دي حب حياتك فقرارك كان واضح وصريح وما فيهوش شك يعني اه لا 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 انا اتعرفنا على بعض وبعدين هلفنا بعض كويس وخلاص من نفس البلد وانا كنت سافرت سويسرا وبدأت تضبط اموري هناك وبدأنا ارتبط رسمي خطوبة وبعدين تقريبا قبل مامضي في تشيلسي كنا خلاص قرارنا نحن نتجوز كان وشها حلو علي الحمد لله يا حبيبي اتجوزنا وبعدين رح تتشيلسي ملعبتش قلتنا انت وشش مش حلو علي قلتنا انت سبب لا وبعدين كمينا الحمد لله اشتركوا في القناة الاحساس ان انتو يعني هي يعني مصدقة ومقتنعة جدا بفكرة المؤسسة ان دلوقتي انا زوجة اعظم لعيب في العالم ومحبوب مصر الاول تقريبا فبالتالي علي مسؤولية غير اي زوجة عادية قد قد الشهرة دي تخليها تبقى مش مبسوطة انت عارف انه في ستات حسب الست الست تقدر فعلا تقف وتسند وتشيل وتبقى ده كله مجد وفخر لها يا واحدة قاعدة تزن كده دي فدي بتقدي لان الحياة متبقاش عظيمة يعني فالناس كلها عندها انه ماجي كده ماجي ضلع مهمة في المؤسسة دي اهم دلع في المؤسسة اهم دلع هي هادية طبعها هادية مالهج في السوشال ميديا كثير مالهج علاقة بحد اوى علاقاتها اصلا من نوع اللي هي بتغفل على نفسها اكتر احنا بيتنا هي عارفة طبعي انا انا بطلعش في حتة اعمل ضجة بتاعنا هادية بقى ملقاء بقى مطشاتي في الهدوء فما بنحبش المشاكل كثير فهي برضو بعيدة عن السوشال ميديا بس